أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على أهمية دور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي المالية العالمية ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة احتياجات التمويلية المتزيدة جاء ذلك خلال مشاركة المحافظة في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والذي استمرت فعلياته على مدار يومي الثالثة والعشرين والربع والعشرين من أكتوبر الجاري وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من الحادي والعشرين إلى السادس والعشرين من أكتوبر 2024 بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتنولت الاجتماعات العديد من القضايا الهم على المستوى الدولي مثل الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر وتطورات الجيوسياسية وتعزيز النمو المستدام وتطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف ترجمة نانسي قنقر